السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واهلا بك في حلقة جديدة مع تعلم مع العسال. النهاردة نتكلم في موضوعه مهمة اوي وهو التفكير النقدي او التفكير النقدي ده من الحاجات المهمة جدا 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 في العصر اللي احنا عايشين في ده دلوقتي بالذات. لان العصر احنا هشي في دولتي دوت بقى في ودوشة كبيرة جدا. بقى في كمية معلومات رهيبة احنا بنغرق في نصها. بقى في كمية مشاكل كتيرة بتحصل كل يوم او بتنتج كل يوم محتاجين لها حلول مختلفة وحلول تنفع فعلا ان هي تساعدنا. فكون ان احنا مش عارفين نفكر او نستخدم تفكيرنا صح او مش عارفين نوصل في حتة اللي احنا نفقد نوصل لها. فبالشكل السليم اللي يخلينا نتجنب مشاكل تانية ممكن تنتج قدام. فدي حاجة بقت صعبة جدا ان انا اتأكد ان القائد او الشخص اللي هيقود الشركة اللي هيقود اي حاجة يكون على علم وادراية كافية بان هو يعرف ياخد القرار الصح كل الحاجات دي بيساعد عليها او حتى انت في حياتك الشخصية والعملية ازاي ان انت تقود حياتك انت بشكل كويس ازاي تاخد قراراتك بشكل صح ازاي تمشي في حياتك بالشكل اللي ما يوقعكش في مشاكل تانية. فبالتالي ده كله هنتعرف عليه النهاردة ايه هو وايه مواصفات او المهارات المرتبطة بايه الاسئلة او ايه الحاجات اللي بتحفز وبتؤدي فاحنا نريد كده زي ايه معلومات عامة وفكرة عامة عن ان شاء الله في الحلقة دي او التفكير النقضي في الله بينا. واول حاجة يا سيدي نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف هو ايه اصلا او التفكير النقضي ما هو تعريفه? تعريف او التفكير النقضي هو ان انت توصل لمرحلة من الادراك تخليك تتعامل مع الشيء باحسن شكل ممكن عشان توصل لا احلى لا افضل استنتاج ممكن. فسواء بقى الادراك ده وعيك عايز توصل به لمشكلة بتحلها لقرار عايز تاخده لحاجة بتفكر فيها وعايز مش عايز تمشي فيها ازاي لقدامك اكتر من اختيار وعايز توصل لافضل حاجة منهم او عندك معضلة في حياتك في حياتك الشخصية وعايز تعديها او عايز تشوف انت هتمشي ازاي قدام كل الكلام دوت انت بتستخدم التفكير النقضي فيه عشان توصل لاعلى مراحل من مراحل الادراك بشرط انفتاح العقل وحيادية التفكير. فبالتالي هو دوت او دي فكرة التفكير النقضي. طيب لما نيجي نخش بقى جوة التفكير النقضي ونشوف هو ايه المهارات المرتبطة بالتفكير النقضي او ايه الحاجات اللي بتوصلنا لمراحل التفكير النقضي او واول مهارة يا سيدي وهي ايه هي مهارة احنا بنتولد كلنا بيها وبنبدأ حياتنا بيها وهي مهارة او الفضول. الفضول حاجة بتتولد في نا كده كل الاطفال عندهم فضول عايز يعرف ده ايه وده بيشتغل ازاي وده بيعمل ازاي وده مش عارف ايه ويه ويه عشان خاطر هي دي الوسيلة الوحيدة في ان هو يعرف يتعلم او يعرف يوصل لان هو يفهم العالم من حواليه ماشي ازاي. فالفضول تقدر تقول هو عنصر رئيسي لان هو يعتبر هو الفكر والتفكر. انت من غير فضول مش تعرف تتفكر. ففهم? فجرة التفكر هي الفضول. هي دي جت كده ازاي او اتعاملت كده ازاي? هو الصود ده بيتنقل ازاي للكاميرا او الكاميرا دي بتبعت الصورة دي ازاي او اصلا بتكون الصورة ازايها والصورة دي مكونة من ايه? لو انت فشغلت حتة الفضول دي هتلاقي ان انت عندك اسئلة لا تنتهي حواليك عايز تسألها كل شوية وبتدور لها على اجابات. فاول حاجة سيدي في الحتة دي هي الفضول. تاني حاجة هي او الابداع. والابداع دي حاجة للاسف ملهاش تقدر تقول ملهاش كده يعني خطة طريق مواضحة. فما فاش حاجة كل واحد بيوصل لمرحلة الابداع لوحده. بطريقة ممكن تنفع معها هو. في حاجات اه بتودي للحتة دي او في حاجات بتساعد انك تروح ناعية الموضوع دوت. لكن مفيش حاجة سابتة او سوابة سابتة تقدر تقول ان هي بتخليك تعمل كده او بتخليك ان ان انت عندك ابداع. الابداع في حاجة زيته هو فكرة ان انت بتمشي على عكس ما هو مألوف. بتمشي عكس الطريقة اللي انت الطبيعية اللي مخك ماشي فيها او بيفكر فيها. اللي هو يقول لك تفكر برا الصندوق يعني. فيقول لك بس ازاي فكر برا الصندوق? دي بقى ليها طرق واساليب كتير جدا. ممكن تخليك انك توصل انك تفكر برا الصندوق. ودي ممكن ان يتكلم عنها في حلقة تانية وهي اللي هي علاقة اكتر بالكرياتيب تينكين. طيب الحاجة اللي بعد كده او المهارة التالتة اللي بعد كده وهي حاجة اسمها او اللي هي الحدة التشكيك. وجزئية التشكيك والتشكك هو من الحاجات الرئيسية والرهيبة جدا في اي حاجة. انا لما مجي بخش على اي كرس جديد او انا بشرح لطلبة بالزات طلبة الصغيرين او الشباب الصغيرة اول حاجة بقول لهم ما ما تاخدش كلامي مسلم به. كلامي ممكن يكون بيحتمل من الخطأ او ممكن يكون من وجهة نظري او ممكن يكون بيخضع لوجهة نظر معانا او ممكن يكون بيخضع للحدود اللي بتحدها الكورس او الحاجة اللي احنا فيها. او ممكن يكون محدود بالمستوى اللي انت في دلوقتي. لكن التشكك هو شيء مضبوط. لازم تتأكد من اللي بقول لك. لازم تدور. لازم تقلب. لازم تشوف. لازم تبحث عن عن وجوه اخرى. فالتشكك بيساعدك انك تكتشف اوجه اخرى للشيء. تكتشف ابعاد انت ما كنت شايفة. تكتشف وجهات نظر مختلفة للموضوع. فالتشكك في كل حاجة من كل حاجة حواليك او كل ماكل اي حد بيقوله لك او او دليل او او هو شيء مهم جدا في انك توصل للحقيقة. فالتشكك هو شيء مهم واساسي في عملية او التفكير النقطي. واخر حاجة يا سيدي هي او اخر مهارة في الموضوع هي او التواضع. ان انت تبقى عارف ان انت مش شرط معتقداتك او ما يتعرفه هو الصح. ممكن يكون معارض للخطأ. ممكن يكون معارض للتغيير. في حاجة ده ممكن ما تكونش عارفها وفاكر ان هي صحة او ممكن ما تلعش الصحة. ممكن تكون انت بعد ما تعبت ووصلت للنتيجة ممكن ما تكونش الشكل الافضل. ممكن انت تبقى الفكرة اللي وصلت بيها او الحل وصلت بيه بعد كل التعب ده يبقى فكرة ما تنفعش او فشلة. فلازم يكون عندك قدرة على تقبل الفشل تقبل ان انت مش قادر تعمل ان الحاجة عما انتها تلعط غلط او ان الحل مش هو افضل حل او معتقدك او انت عرفته عن الموضوع ما كان شو هو الصح فده شرط من اساس عشان كده يقول لك التفكير بحيادية تامة بحيادية خالص بعقل منفتح وبحيادية ما تكونش او منحاز ناحية شيء طيب فاحنا كده شفنا او المهارات الرئيسية الاساسية للتفكير النقدي تعالوا بنتفرج بقى على حاجات او ما يمكن ان يحفز التفكير النقدي ايه الحاجات اللي بتحفز التفكير النقدي او كيفية عملية تم يعني او ايه الحاجات اللي بتتم في حركة التفكير في التفكير ايه الاسئلة اللي بتتسيل لما حدي دايما بيجي مسلا في كورسي يبقى متاه ومش عارف يعمل ايه اول حاجة بقول هالو هو السؤال بيقول ايه هو احنا مطلوب مننا ايه هو احنا عايزين نروح فين عايزين نوصل فين فالاسئلة والسؤال والتفكر زي ما قلت لك السؤال هو بيدلك على الطريق. هو اللي يرجع يقدر يحطك في الاطار الصحيح. فلما تيجي تبص على الاسئلة او ايه الاطار او ايه الاسئلة بتساعدنا ان احنا نفكر بشكل اه فيه ففي حاجة اسمها او الاسئلة السكراطية. اضغط هما ده معناها بالعربية مش متأكد. بس هي اسمها ممكن تكون نسبة الى سكراط. فما هي فيه ستة انواع من الاسئلة السكراطية او دي. والاسئلة دي اول حاجة نوع منها في اول نوع من الاسئلة هو النوع اللي اسمه يعني الايضاح او الاستيضاح انك بتستوضح شيء والفهم. فالاسئلة دي بتبقى من النوع اللي هو ايه? هو انت ممكن تديني مثال على الموضوع دوت. ممكن تشرح الموضوع ده بعمقه اكتر شوية. هو انت بتحاول تقول كزا 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 كزا. هل ده اللي انت تقصده? هي المشكلة اللي احنا بنحاول نحلها ايه اصلا? هي ايه المشكلة? هو ايه الموضوع? هو ايه الهدف? هو ايه الفكرة? دي اسئلة تستوضح بيها الموضوع. فدي اول نوع. تاني نوع هو الاسئلة اللي بتتحدى الافتراضات. انت بتتحدى الافتراض اللي مطروح قدامك. فالاسئلة اللي بتتحدى الافتراض او بتتحدى الموضوع هي هتبقى دايما حاجات مسلا ايه? هو دايما دي الحال? هو هو ده الشيء الوحيد اللي مطروح? هو دوت الافتراض الوحيد? هل في حاجات اخرى? هو انت بتفترض شيء معين? وممكن ده احنا مش بنقيسه على واحد بيتكلم معي. لأ ممكن مسلا انا بقى بدرس مشكلة فهل هو ده الافتراض الاحنا الوحيد اللي وصلنا له? هل هو ده الشكل الوحيد? هل هل احنا بنفترض ان ده ممكن يحصل كزا? فانت ممكن تكون في منقاش مع حد او بتقرأ كتاب او بتشوف مشكلة او حد طارح عليك حاجة عايز تحلها او عندك قرار عايز تاخده فانت دايما بتشوف او المطروحات وبتشوف ايه ازاي انك تتحدها بتحس ان انت بتشوف هو ايه اللي هيحصل لو عملنا كزا? هو ايه اللي هيحصل لو غيرنا حاجة معاناة في الافتراض ده? فدي كلها انت بتتشالنج فيها او بتتحدى الافتراض. طيب في حاجة تانية بقى اللي هي او السؤال الاسئلة اللي بعنوها بعد كده وهو ان انت بقى بتختبر الدليل او بتشوف الدليل. فانت بتاجزامن الافتراض دليل او وهو انت عارفت ده من اين? هو انت وصلت النتيجة دي ازاي? هو ايه الدليل اللي وراء الكلام دوت? او هل الكلام دوت في دليل بيProf sentimentوا او بيأكد عليه? فكل الحاجات دي انت بتبحس عن الدليل وراء شيء. ما تخدش الكلمة كده وتجري. تخدش الحاجة وتجري. تشوف هل في دليل وراها؟ هو ليه بيقول كده? هو ليه بيفكر كده? هو ليه الواضع ده عامل كده هاوليك ده مكتوب كده ليه او ده معمول بالشكل ده ليه? تبدأ تبحث في او الدليل وتبدأ ان انت تختبره. طيب بعد كده النوع التاني وهو حاجة الاسئلة اسمه انت بتشوف هل في بدائل? هل يوجد بدائل? في بدائل تانية للموضوع دوت? طيب هو ايه الطرف التاني او ايه الوجه التاني للموضوع? كل حاجة ليها واجهين او اكتر من اوجه. فلما انت بقى انت شايف وجه تب هو ايه وراها? ايه في الظهر? الناحية التانية? ايه الاحتمال التاني? ايه الاحتمالات الاخرى? هل في وجهة نظر احسن من وجهة النظر لانا ببسط عليها دي? هل هي دي وجهة نظر الوحيدة? ولا في وجهات نظر تانية? طيب ما نبص عليها. طيب ولو في وجهات نظر التانية طيب ايه الفرق ما بين دي ودي? ما يميز الاتنين دول. فتبدأ تشوف كل وجهات النظر. وكل الافتراضات. وكل البدائل اللي قدامك. فتشوف اني احسن بديل. اه لو عملنا كده ايه اللي هيحصل? طيب احنا لو عملنا ده مع ده ممكن يبقى احسن ولا ده ولا ده ولا نسيب ده ولا ناخد ده. تبدأ تدرس وتشوف كلام ده. بعد ما تدور على وتشوف تيجي بقى اخر مرحلة وهي مرحلة او نوع مش اخر مرحلة هتقدر تقول بس هي نوع من الاسئلة. انت بتشوف يعني النتائج المترتبة على الموضوع. يعني احنا لما ناخد هذا هذا البديل او الحل ده او الجزئية دي. ايه اللي هيترتب عليها? ايه اللي هيحصل لو عملنا ده? ايه النتيجة? هنوصل فين? ايه النتيجة المتوقعة? طيب الحاجة دي هي بتأثر عليه تاني? ايه الحاجات المرتبطة بها اللي ممكن تأثر عليها? هل ده مسلا خلينا نبقى نكسى اكتر? هي خلينا ده نعرف ناخد قرار احسن? هل خلينا ده ممكن ده ممكن يرجعنا الورا ولا يطلعنا القدام? ده ممكن يزود مبيعاتنا ولا خسرنا? ده ممكن يخلي الشركة الناس مبسوطين فيها ولا متضايقين? ده ممكن يخلق فتبدأ تدرس او النتائج الخارجة من الموضوع ده. طب ده تقول طب لو احنا غلط هنعمل ايه? طب لو الموضوع ما نفعش? طب لو اتلعنا غلطانين. طب تقعد بقى بتاعت الموضوع. واخر نوع اسئلة وهو الاسئلة بيسموها انا ما عارش معنايها ايه بالعربي دي ممكن تكون مسلا اسئلة صفستائية الله هو اعلم ما عارش قصة يعني. يعني مش متأكد من معنى كلمة صفستائية قوي. يعني لو انت عارف المعنى يا ريت توضحولي وتقول قولي. بس انا اللي انا عارفه على اسئلة الصفستائية هي الاسئلة اللي هدفها اسئلة. اسئلة هدفها عدم ان احنا مش هتينوصل لحت. بس اعتقد مش ده هدفها. او الاسئلة دي هي او الاسئلة اللي بيسموها هي اسئلة هدفها ان احنا اتخيان ونستكشف اكتر. فلما اجأ اسألك مثلا سؤال او لما يكون في حاجة فانا اسألك هو انت سألتيني السؤال ده ليه. فما تسألني سؤال ارد عليك انا بسؤال. ولا كمان تسألتيني السؤال ده ليه. فنبدأ من سؤال نخترع مجموعة من الاسئلة نبدأ نجوم عليها ونشوف حاجات احنا ما كنا شايفينها. او نستكشف او نتطرق الى مواضيع ما دلسناش او ما خدناش بالنا منها. او تقول هو انت اصدك ايه بدأ? او انت اصدك ايه لما قلت ده? او الراجل ده لما كتبها كان قصده بي او لما قالها. او المشكلة دي اللي بمحاطرة تفتكر كان ايه المدلول اللي بيدل عليها? او هو ايه الهدف من السؤال? هو اللي انت بتحاول تقولها او النقطة اللي بتحاول توضحها من السؤال ده هي اصلها في الاصل ايه? فتبدأ تشوف الموضوع ده. ممكن حاجة تانية بارة تقول له ايه? هو انا ممكن اسألك ايه تاني? او ممكن ايه الاسئلة التانية ممكن نسألها? فده تبدأ تكسب لور وتستكش. فدي هي اسمها وممكن تبحث عليها يعني في الموضوع اكتر. بس ايدي فهو ده تقدر تقول كده احنا شوفنا او التفكير النقضي ايه هي ابعاده وقصته وموضوعه? وايه معناه? وايه المهارات اللي بتساعده? وايه هي الحاجات اللي بتساعد ان انت تقدر توصل لمنحادة محتاجة تمرين وتدريب. اه في ناس بتخت خلي ربنا خليقها لوحدها هي عندها قدرة على لوحدها وفي ناس ممكن عندها الكلام ده بس سهل انها تكتسب ولان هي دي مهارة ممكن اكتسبها ومر النفسي عليها. وهي مفيدة جدا في الحياة العملية والشخصية لانك تقدر تشتغل بشكل افضل وتوصل لحلول افضل تحييك كتير بتقابلك. فاتمنى لأول حلقة نهار ده عجبتك. ولو انت مصلت من القناة تعمل لنا لايك وسابسكرايب. ولو عايز تدعم القناة برضو وشايف ان احنا بنقدم محتوى مفيد. تقدر تدعم من بقاطة الدعم تحت. واشوفك كل يوم بسابت وثلاثة ان شاء الله الساعة تمانية بتوقيت مصر مع تعلم مع العسل.